السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أبو عمر وده فيديو حقارن فيه مبين أهم الأمور اللي حنشوفها مستقبلا إن شاء الله رب العالمين في نظام أندرويد الجديد أندرويد إن أول حاجة حنشوفها هي الإعدادات لو دخلنا على الإعدادات في كلا التليفونين التليفونين اللي موجودين دلوقتي دول نيكسس 6P واحد على مارشميلو والتاني على أندرويد إن هنلاحظ في مارشميلو القيمة مكتوب فيها عنوين فقط ولكن في أندرويد إن القيمة مكتوب فيها عنوين وتفاصيل تحت كل عنوان يعني هنلاقي شبكة الواي فاي في مارشميلو مكتوب واي فاي لكن في أندرويد إن مكتوب تحتها أنه متصل بشبكة الواي فاي اللي اسمها عمر البلوتوث على الاتنين هنلاقي في مارشميلو فاضي وفي أندرويد إن دي سيبلد هنلاقي تفاصيل أو سب مينيوز أو اختصار بسيط قبل ما تدخل على القيمة الرئيسية تقدر تشوف ايه اللي موجود في كل قيمة هتلاقي النوتيفيكيشن في 77 أبليكيشن إنستولد هتلاقي الساوند الفوليوم زيرو هتلاقي أبليكيشنز 77 برنامج تم تثبيته في المساحة المتبقية أو المستخدمة من المساحة الإجمالية إلى آخر يعني لو نزلنا بالإعدادات لحد تحت هتلاقي كل قيمة فيها تفصيل لما بداخلها بدون الدخول لجوة القيمة نفسها هتلاقي في أعلى القيمة المفروض إن أنا لاغي الصوت في التليفونين علشان أقدر إن أنا أسجل بهدوء هتلاقي على اليمين في مارشميلو مفيش أي حاجة ظهرة ولكن على الشمال في شريط باللون الأغدر اللي فيه إن أنا طافي أو عامل وضع عدم الإزعاج وممكن نعمله turn off أو turn on لو دخلنا على القيمة بتاعة الواي فاي أو لو دخلت على أي قيمة تقدر في أندرويد إن تسحب من الناحية الشمال من الشاشة علشان تلاقي قيمة بالإعدادات أو بالعناوين الرئيسية في الإعدادات علشان تقدر تنتقل من المكان اللي أنت فيه لأي مكان آخر أنت عايزه ده مش موجود في مارشميلو يعني أنا دلوقتي عايز أسحب واروح على الديسبلي علشان أعملها في مارشميلو لازم أرجع أدوز باك وبعد كده أروح على ديسبلي وافتحه لكن هنا أصبح في أندرويد إن أصبح بالسحب من الشاشة من ناحية الشمال علشان تقدر تروح للمكان اللي أنت عايز تروح له الإشعارات زي ما احنا شايفين في التليفونين الحجم بتاعها مختلف في أندرويد مارشميلو حتلاقي لو سحبت الإشعار بتاع الجيميل لأسفل حتلاقي بس ظهر أن أنا وصلني اتنين إيميل كنت بعيتهم دلوقتي تست على الشمال في أندرويد إن لو سحبت بقى القيمة لأسفل حتلاقي تفاصيل أكتر عن كل بريد إلكتروني لدرجة أن أنت ممكن تتعامل مع كل إيميل على حدة يعني أنت لو سحبت الإيميل الأولاني اللي أنا كتبه أو الثاني بتاع التست حتلاقي أن أنت تقدر تعمل أركايف أو ريبلاي تقدر ترد على الميل أو تقرشفه من البرنامج من أسف من الإشعارات لو ضغطت على رد على الإيميل حيوجهك للإيميل نفسه وتبدأ تكتب بالرد اللي أنت عايز تكتبه وبعدين تبعته ده من الإشعارات نفسها إنما زي ما إحنا شايفين في مارشميلو ما فيش أي حاجة غير أن أنت تضغط على الإشعار نفسه علشان يفتح لك برنامج البريد الإلكتروني وتبدأ أنت تتعامل بقى وتخش على أي بريد من اللي موجودين علشان تقدر أن أنت ترد عليه أو تشوفه فده التغيير الأول في الإشعارات الإضافة الثانية السحب للينين أو للشمال يعني في مارشميلو ما فيش إمكانية غير للسحب سحبة طويلة علشان تلغي الإشعار ده أو تبعده عن من خانة الإشعارات إنما في أندرويد إن لو سحبت نص السحبة هيظهر لك آيكون بتاعة إعدادات لو ضغطت عليها هتختار مجموعة من الإعدادات اللي أنت الخاصة بالبرنامج سواء كانت الإزعاج أو أهمية البرنامج دوت في الـ Notifications أو تضغط على More Settings علشان تقدر تختار مجموعة أخرى من الخيارات الخاصة بالإزعاج بتاع الإشعارات المتواصلة اللي عمالك جيلك فأنت ممكن تلغي مجموعة من الإشعارات لبعض البرامج اللي أنت ما بتستخدمهاش بكل سهولة زي ما قلتلكو عن طريق السحب سحبة بسيطة كده لجهة اليسار أو لجهة اليمين إنما لو سحبت سحبة يعني لو فلتت منك زي ما حصل معايا دلوقتي سحبت سحبة يعني طويلة شوية حتلغي أو حيتلغي الإشعار من مكانه أو حيتمسح من مكانه الجزء اللي بعد كده وهو يعتبر الجزء الأهم أو التعديل الأهم الخاص بالمالتي تاسكنج لو ضغطنا على المالتي تاسكنج حتلاقي في أندرويد مارشميلو البطاقات حجمها أصغر أو حجمها صغير عن الأندرويد إن يعني بصوا في الأندرويد إن البطاقات حجمها نفسه كبر بقى الشكل نفسه مختلف في أندرويد مارشميلو ظاهر فوق البحث بتاع جوجل وإتلغى في أندرويد إن فحجم الإشعارات نفسه بقى مختلف وبقيت تقدر أن تبدل ما بين آخر برنامجين أنت فاتحهم عن طريق دابل كليك للزرار بتاع المالتي تاسكنج يعني لو أنا عملت دابل كليك في المكان ده حبدل ما بين آخر برنامجين أنا فاتحهم أو آخر حاجتين مفتوحين ويتم التبديل ما بينهم بسرعة ودي بتبقى ميزة لو أنت بتحسب مثلا حاجة أحيانا كتير مثلا ببقى أنا على الجروب بتاع جي سيفن ستور وحد بيسألني على حاجة معينة سعرها كام فبفتح مثلا على سبيل المثال خلونا نروح نفتح الألة الحزبة وبعد كده أنا بتكلم معاه وبيسألني على سعر حاجة معينة فبضغب دابل كليك علشان أروح للألة الحزبة واضرب مثلا الحاجة اللي هو حسب يعني أو عايزني أحسبها له وارجع تاني أرد عليه بدون أي مشاكل فالميزة ديت جميلة التنقل ما بين برنامجين في أندرويد إن نقطة تانية مش موجودة في مارشميلو وأصبحت موجودة في أندرويد إن إن انت تضغط ضغطة مطولة على زرار أو على التوتش بتاع المالتي تسكنج هيئسم الشاشة نصين تقدر عن طريقها إن انت تستخدم برنامجين على نفس الشاشة ودي كانت من المميزات الجميلة اللي موجودة في تليفونات سامسونج ودلوقتي هتبقى إن شاء الله موجودة في الروم الخام بتاع أندرويد وده تطور لا بأس به في الروم الخام تقدر تتحكم في حجم الشاشة بتاعة كلا البرنامجين على حسب احتياجك لكل واحدة فيهم بتبقى شكلها عامل إزاي وزي ما احنا شايفين الأول الحسبة أعيد تشكيلها لما صغرت الشاشة واتغير شكلها برضو لما كبرت الشاشة بس تحسوا إن الحروف مضغوطة أو الأرقام آسف مضغوطة في بعض شوية لازال الأمر زي ما قلتلكم تحت التعديل ففي حاجات كتير لسه محتاجة إنها تتضبط ولكن الجميل فيها إن هي ميزة يعني كنا محتاجينها أو مفتقدينها في أندرويد إن ده كان فيديو سريع كده لأهم الأمور اللي تعدلت أو اللي تغيرت في أندرويد إن عن أندرويد مارشميلو أتمنى أنه هو يكون مفيد وخلونا حتى طيب نشوف اللعبة بتاعت اللعبة زي ما هي ما تغيرتش يعني ده كان حتى لسه شكل التشعار بمارشميلو أتمنى يكون الفيديو مفيد وأن انتوا تكونوا شفتوا بس نظرة سريعة كده على أهم التعديلات أو اللي تم بشكل لسه بيتا نسخ لسه بيتم تحسينها لحد ما يتم الإعلان الرسمي عن أندرويد إن ونشوف وصلوا لإيه وإيه تم تحسين الأمر إزاي بشكوركم ونلتقي في فيديوهات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة